متوجها لرؤساء الأحزاب اليهودية طرح يائر رفيفو رئيس بلدية اللد خطته لمواجهة الجريمة والعنف في المدينة الخطة شملت بنودا عديدة أبرزها مضاعفة أعداد الشرطيين في مركز الشرطة وإرغام جهاز المخابرات العام للتدخل في مواجهة الظاهرة عدا عن مضاعفة الأحكام القضائية ضد من يضبط بتهمة إطلاق النار مطلب الأساسي مش بس وين الشرطة ما عملتش وظيفتها وين كل الأجسام اللي قبل ما عملتش وظيفتها لين الناس وصلت أصلا أو هاي الشباب الصغير وصل لعالم الإجرام يعني وين المطالب بالتربية والتعليم وين المطالب بالصحة وين المطالب بالبنية التحتية اللي كتير سيئة فهذه الأشياء كلها يعني مش موجودة بالخطة ولا زيك أنه حدا يعني كأنها مش هي الأزمة الحقيقية وضع رافيفو خطته دون إشراك المواطنين العرب في وضع بنودها هم الذين يعيشون معاناة انتشار الجريمة في أحيائهم إلا أن تاريخ رافيفو المعادي للمواطنين العرب يفسر إقدامه لوضع هذه الخطة أحادية الجانب تفكر بإدخال الجيش وبإدخال الشباك معناها أنت عم بتفكر في عدو مش في مواطن هاي نقطة مركزية يعني إذا اللي بدو يجي يخدمني كعدو حتى أنا المعنية في القضاء على الجريمة بدرش أتفاعل أو أتعاون أو أشجع أو أبارك لحد اللي جاي بعملني كعدو ومن بنود هذه الخطة أيضا إخراج عائلات بأكملها في حال تورط أحد أفرادها بعالم الجريمة وهو بند يندرج ضمن أهداف رافيفو المعلنة الدفع بالمواطنين العرب خارج المدينة وإحضار مستوطنين للسكن فيها ترجمة نانسي قنقر